السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الحصة سوف ننجز تمرين في المتساليات العدادية في هذا التمرين لدينا واحد دالة العدادية ولدينا متسالية مرتبطة بهذه الدالة المتسالية لهذه الشكلة ينزيد واحد تسوي FDLUN نبدأ بأول سؤال سوف نشغل على المجال 0-1 نبين أن FDLUN على المجال E وأن FDLUN ضمن أي نحسب FDLUN نقوم بأول مجال 0-1 فF' إذا المشقة X-8 على جوج X-8 وأن FDLUN نقوم بأول مجال نقوم بأول مجال ناقص المشقة جوج اكس ناقص سود مضروبة في اكس ناقص ثمانية على مربع المقام اذا بعد ذلك نبسط الكتابة بحساب مشقة الدلة اذا المشقة جوج اكس ناقص ثمانية اذا المشقة جوج اكس هي واحد اذا ستبقى لنا هنا جوج اكس ناقص سود ناقص المشقة جوج اكس هي جوج ومشقة ناقص سود سفر اذا كيبقى ناقص اثنان مضروبة في اكس ناقص ثمانية على جوج اكس ناقص تسعة مربع اذا تساوي بحسط الكتابة جوج اكس ناقص سود ناقص جوج اكس ناقص اثنان في ناقص ثمانية هي زائد ستة عشر على مربع المقام اثنان اكس ناقص اثنان اكس سفر ناقص تسعة زائد ستة عشر تساوي سبع على جوج اكس ناقص تسعة الكل ستة المقام ادنا مربع عدد اذا هو اكبر يساوي سفر مدى في المقام الى اكبر قطعا من السفر سبع اكبر قطعا من السفر وبالتالي اكبر قطعا من السفر اذا اف تزايدية على سفر واحد اف راح تزايدية على ار ولكن احنا كمنا فقط لمجال سفر واحد الان ده بقى اف ديال اي دي منها اي اذا ببقى ان اف تزايدية فقدي نحسبوه اف ديال صفر واحد اللي هي اف ديال صفر قاية اف ديال واحد اذا نحسبوه اف ديال صفر عند التعويض ستجينا 8 ل سد وكدلك اف ديال واحد ستجينا 1 عند التعويض في الدل اذا هاد المجال هذا ادنا سفر واحد توليت السعود فهي سفر فصيلة اذا المجال غير هذا وبالتالي هذا المجال تمليل سعود واحد س正ين سيكون ضمن المجال سفر واحد اذا فض других فضreich ذلك فضي aider سوء priority ثم جديد السعود حيث انه فضي Sw бывает ما يعني recently يعني بأن جميع صور الأعداد التي تنتمي إلى سفر واحد توجد دمنا سفر واحد الآن نعتبر المتتالية العدد دي او ان المعرفة بما يعني او سفر تساوي سفر و او ان زائد واحد تساوي او ان نخص ثمانية على جوج او ان نخص سعود هاد كتابة فرا هي الكتابة ديال الدل اف دل اف لدينا اف ل اكس تساوي اكس نخص ثمانية على جوج اكس نخص سعود اذا مكتوبة على هذا الشكل او ان زائد واحد تساوي اف ديال او ان والحادث الاول يساوي سفر السؤال الالف بيّن ان او ان محصورة بين سفر و واحد لستعميل الترجع اذا من اجلي ان تساوي سفر لدينا يسافر تساوي حسب الموطعيات سفر اذا يسافر محصورة بين واحد و سفر اذا بما ان اذا ولدينا نفترد 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 ان او ان بل منفترد نفترد ان او ان محصورة بين سفر و واحد و لنبين ان او ان زائد واحد لدينا او ان تünden او ان سافر محصورة بين سفر و او ان او ان او ان او ان او شخص昨و لا يتغير إذن ف ديال يوان رمح صورة ما بين ف ديال سفر و ف ديال واحد أي ف ديال يوان رهي يوان زائد واحد و ف ديال واحد رهي واحد و ف ديال سفر رهي ثمانية على تسعود و رديجة أكبرها تساوي سفر أي يوان زائد واحد يوان زائد واحد محصورة بين واحد و سفر وبالتالي يوان محصورة بين سفر و واحد إذن ممكن نجاوب بهذا الطريقة و ممكن نجاوب بهذا الطريقة ممكن فقط ما نكسب هذا الشيء اللي كسبنا هنا نقول لدينا يوان تنتمي إلى اي يعني يوان محصورة حسب افتراض و افلي اي دامن اي حسب السؤال الأول ماذا تعني فلي اي دامن اي تعني بأن ف ديال اوان تنتمي إلى اي ف ديال اوان تنتمي إلى اي لأن اوان رهي تنتمي لأي اذا اف ديال اوان هي أي أن اوان زائد واحد رهي تنتمي لأي لأن اوان رهي اوان زائد واحد و شو تعني اوان زائد واحد كتنتمي لأي أي أنها محصورة بين سفر و واحد أي أي أن اوان زائد واحد رهي تنتمي بين سفر و واحد وبالتالي اوان رهي تنتمي بين سفر و واحد ما يقول الان كتنتمي الآن إذا يمكن لكم طريقة اللي بنت لكم سهلة السؤال الموالي بيّن أن اوان تزايدية والسنتج أنها متقاربة كذلك سوف نستعمل الترجع البرهان بالترجع إذا من أجلي إذا في البرهان بالترجع فنبينه بأن اوان زائد واحد أكبر من اوان إذا من أجلي ان كتنتمي سفر بأن لنبين بالترجع أن مهما يكون ان كتنتمي الآن اوان زائد واحد أكبر من اوان إذا من أجلي ان كتنتمي سفر سوف نرى واش او واحد كبر من او سفر إذا لدينا نحسبه او واحد إذا نعود أين بالسفر إذا او سفر هي سفر ناقص سمانية إذا نعود على جزء السفر هي سفر ناقص سعود إذا ثمانية سعود إذا لدينا او واحد تساوي ثمانية للسعود و يسفر تساوي السفر إذا او واحد راها أكبر من يسافر وبالتالي العلاقة محققة من أجل ان كتساوي لنا سافر إذا نفترض أن اوان زائد واحد دائما لي يكون ان عنصرا من ان أي من هالجملة تكسبوها قبل افتراض إذا نفترض أن اوان زائد واحد أكبر من اوان ولنبي أن اوان زائد ماذا زائد جوج دائما نضيف رتبة أكبر من اوان زائد واحد إذا لدينا اوان حسب السراء اوان زائد واحد أكبر اوان زائد واحد أكبر من اوان و اف دال تزا يدي على صفر واحد ماذا يعني هذا يعني هذا بأن اف ديال اوان زائد واحد راه اكبر من اف ديال اوان بما أن الدلة تزايلية فهي تحافظ على الترتيب اذا هاد اف ديال اوان زائد واحد راه هي اوان زائد جوج اي اوان زائد جوج اكبر من اف ديال اوان هي اوان زائد واحد وبالتالي اذا وبالتالي اوان زائد واحد اكبر من اوان اذا بينا بأن اوان زائد جوج اكبر من اوان وبالتالي اوان اوان زائد واحد اكبر من اوان اذا مما يكون اوان تنسامي الان اذا اذا اوان متزايلية تزايلية الآن لنستنتج انها متقاربة اذا بما ان المتزايلية تزايلية فقصة تكون مكبورة اذا انا راديشة بينا بأن اوير محسورة بين الصف واحد اذا مكبورة بالعدد واحد اذا لدينا اوان تزايلية و مكبورة بالعدد واحد اذا اوان متقاربة من معنى متقاربة اي تقبل نهاية منتهية بطبيعة الآن احسب الميت ديال اوان اذا لدينا واحد خاصية كنا اصبخنا باش باش مش شرنا لها في الدروس بطبيعة الحال او اصبخ ليكون باش قليتوا هالدروس هالخاصية فيها خمسة ديال الشرط وهذه الخمسة راكون لهم محققين اذا الشرط الاول هو اذا لدينا اوان زائد واحد كنساولنا اف ديال اوان و اف ديال اي راه ضمنها اي طبيعة الحال اي هو المجال صفر واحد ولدينا او صفر الحد الاول ينتمي الى اي الحد الاول هو صفر اذا ينتمي الى اي اذا هم التاسد الشرط الشرط الموالي هو لدينا اف متصلة على اي اذا هذا الشرط الرابع والشرط الخامس ومتقاربة اذا خمسة شرط اذا ماذا كان هذه خمسة شرط ممكن يكون لديها خمسة شرط اذا مدام متقاربة اذا نهايتها هي حل المعادلة افل اكس تساوي اكس بطبيعة الحل الحل غيكون في المجال صفر واحد اذا غدنحل المعادلة افل اكس كتساوي لنا اكس مع اكس كنتاني ال اي اذا افل اكس كتساوي لنا اكس تكافئ ماذا اكس ناقص سمنية على جوج اكس ناقص سعود تساوي اكس اذا نضرب جدء الطرفين يساوي جدء الوساطين اكس ناقص ثمانية في واحد تساوي اكس مضربة في جوج اكس ناقص سعود اذا نستطيع الكتابة اذا اكس ناقص ثمانية تساوي اكس من ضربة في جوج اكس هي جوج اكس مربع و اكس مضربة في ناقص سعود هي ناقص سعود اكس اذا نضرب جوج اكس ناقص سعود ناقص سعود اكس ناقص زائد ثمانية تساوي سفر بسطوتك الكتابة إذن هي زوج إكس كاري ناقص عشرة إكس زائد ثمانية عندي الإمكان يدي التعميل بالعدد اثنان إذن اثنان عامل يبقى لنا إكس كاري ناقص خمسة إكس زائد أربعة تساوي صفر إذن المعادلة تصبح على عدد الشكل هي إكس كاري ناقص خمسة إكس زائد ربعة تساوي صفر إذن نحل هذه المعادلة ونستطيع الحل المتتالية إذن إكس كاري ناقص خمسة إكس زائد أربعة تساوي صفر إذن سنستعملوا دلتا بكاري ناقص أربعة أسي إذن بكاري العدد ناقص خمسة وكاري ناقص أربعة في أربعة في واحد إذن هي خمسة عشرين ناقص أستاش إذن تساوي العدد العدد تساة إذن المعادلة تقبل حلين إذن بما أن بما أن دلتا أكبر من صف فإن للمعادلة جدرين فإن المعادلة تقبل حلين إذن هات الحلين هما إكس واحد تساوي ناقص بناقص جدر دلتا على الجوج أو إذن ناقص ناقص إذن ناقص بنتابه الإشارة ناقص ناقص خمسة إذن هي زائد خمسة هي خمسة ناقص جدر دلتا يعني جدر تسعود جدر تسعود هو ثلاثة على جوج يدر خمسة ناقص ثلاثة هي جوج على الجوج شاوي واحد الحل الثاني بناقص جدر دلتا وناقص بزائد جدر دلتا على جوج إذن هو خمسة زائد ثلاثة على جوج إذن تمني على جوج هو اربعة طبيعة حل هات ربعة لا ينتمي إلى المجال سفر واحد في حين واحد ينتمي إلى المجال سفر واحد نحن نتعرف بأن المتسارية تقبل حلا وحيدا ينتمي إلى المجال إذن المجال تساوي العدد واحد